أيها السادة وسيدات ها نحن بعون الله وتعالى وتوفيق المن نصل إلى ختام أعمال اللقاء التشاورية لدول الساحل والسودان تحت الشعار وأصلحه ذات بينكم وتحت الرعاية السامية لرخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ رزوان وفي هذا السياق لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والتخدير إلى فضيلة العدام عبدالله بنبيه على هذه المبادرة الطيبة وغيرها من الجؤود العظيمة لنشر السلم والمصالح كما أشكر المؤتمرين من العلماء وقادة الفكن والصناع القرار على تعنبية الدعوة لهذا اللقاء والمشاركة لجاريته ووكدونا أن أمور ثانيا ستبقى دائما مرحبة بجميع إخوتها في الدين والقام ليجتمعوا في ظل خيمة الواغرش يتدارسون مسوّغات السلام والعافية بدل مبررات الفتن والحروب ويدرؤون بالحسنة السيئة تجسيدا لإيمان فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني برؤية السلام والتسامع وقناعته الراسقة بوحدة المصير والمسار بين الشعوب ودول الساحل والسودان وفي الختام وأعلن على بركة الله باسم رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني وباسم الحكومة الموريتانية اختتام أعمال هذا المؤتمر المبارك راجيا لضيوفه الكارم مقاما سعيدا وعودة ميمونة والسلام عليكم